السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المعلم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد فهذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأريكم طريقة إنشاء محتوى عن طريق الورد أونلاين ثم مشاركته مع المتعلمين أو مع الزملاء فبطبيعة الحال أسفل الفيديو في الوصف إن شاء الله تعالى ستجدون طريقة التسجيل في البيكروسوفت تيمز ثم كيفية العمل في الموقع ستجدون كذلك فيديو خاص عن إنشاء محتوى باوربوينت أونلاين كذلك إذا أردتم أن تستعملوا طريقة الباوربوينت من أجل إنشاء المحتوى فعلى بركة الله نبدأ في شرح هذه الطريقة نذهب إلى هذه الخانة أي منطقة تواجد التطبيقات نضغط ثم نختار الورد سوف تفتح معي نافذة جديدة إذن فهذا هو الموقع فبطبيعة الحال إذا أردت مثلا أن أنشئ محتوى جديد ما علي إلا الضغط على نوفو دوكيمون وبالتالي يفتح معي نافذة جديدة هنا لدي بعض النماذج إذا أردت أن أستعمل إحدى هذه النماذج ثم كذلك لدي هنا أدخو موديل بمعنى إذا أردت نماذج أخرى كما تلاحظون فبإمكاني أن أختار النماذج الذي أريد بطبيعة الحال النماذج فهي كثيرة ومتعددة أختار منها ما يناسبني إذا أردت مثلا أن أشتغل على نماذج عادي فأقوم بالضغط على هذه الخانة عند الضغط سوف يتحول معي إلى هذه النافذة الجديدة لننتقل هذه النافذة الجديدة وانتظريت ما يتم تحميل إذا كما تلاحظون فلدينا جميع الخصائص جميع الخصائص التي توجد في الورد بطبيعة الحال كما تلاحظون فجميع هذه الأيقونات فهي متوفرة في الورد فإذا كنت تشتغل على الورد فبإمكانك تطبيق نفس الخطوات هنا كما تلاحظ سوف أشرح هذه الأيقونات إن شاء الله تعالى فنبدأ بهنا فلدينا هذا الزر مثلا إذا قمت بكتابة شيء معين وأردت أن أرجع إلى الوراء ما علي إلا الضغط هنا على هذه الخانة سوف يتم الرجوع إلى الوراء إذن فسوف أشرح الخانات التي يمكن أن تحتاجها كثيرا هنا من أجل أن أغير الخط مثلا فبطبيعة الحال بإمكاني أن أرجع من هذا المكان كما تلاحظون فيقترح علي نماذج من أجل تغيير الخط ثم هنا حجم الخط كما تلاحظون مثلا أضع مثلا ثمانية عشر أنا مثلا نكتب جملة معينة مثلا تعد مثلا جائحة كورونا مثلا جائحة عالمية مثلا أرعبت كل العالم مثلا أوكي مثلا إذا أردت أن أغير شيئا ما مثلا في هذه الجملة ما علي إلا أن أقوم ب أعمال سيليكسيوني ثم إذا أردت مثلا أن أكبر الخط ما علي إلا الضغط هنا إذا أردت صغيره أضغط هنا ثم خط العريض ثم إذا أردت مثلا مائل ثم إذا أردت أن أسطر على هذه الجملة مثلا ثم إذا أردت أن أمرر هذا اللون مثلا فوق هذه الجملة ثم هنا لون الجملة إذا أردت أن أغيره مثلا إذا أريد أن نمسح لميزون فورم كذلك ثم إذا أردت خصائص وغراف مما يخص الكتابة ثم قلنا هذا المكان عندنا لبيوس بمعنى إذا كانت عندي جمال معينة مثلاً ثلاث جمال أو أربع فأردت أن أضع مثلاً في بداية كل جملة أختار هذه الرموز مثلاً بها الحال ثم إذا أردت أن أرقم هذه الجملة والأسطور فما علي إلا الإختيار من هنا سواء حروف رومانية أو أرقم رومانية حروف ثم أختار منها ما أشاء بطبيعة الحال هنا الخانة الموالية بالنسبة لهذه الخانة إذا أردت مثلاً أن أسحب الخط إلى مثلاً أقصى اليمين ثم إذا أردت أن أضعه في المركز ثم إذا أردت مثلاً أن أنقله إلى لا يصار الصفحة إذا كنت مثلاً أكتب بلغة فرنسية ثم إذا كنت أكتب بلغة العربية مثلاً أصحبه إلى جهة اليمين بطبيعة الحال ثم هنا كما تلاحظون هنا عدنا لي لستيل مثلاً دي الكتابة أختار منها ما أشاء ثم أطبقه على الصفحة ثم إذا أردت أن أبحث شيئاً معين لدينا هنا غشيغشي بطبيعة الحال ثم غوم بلاسي مثلاً أريد أن نقلب على شيء كلمة مثلاً وبتنغوم بلاسي بكلمة أخرى ما علي إلا أن أضغط غشيغشي ثم غوم بلاسي لدينا هنا خاصية رائعة ورائعة جداً وهي خاصية الميكروفون هذه الخاصية تمكننا من الكتابة عن طريق الكلام فقط عندما أتكلم فالميكرو يقوم بكتابة هذه الكلمات إذا قلت عندما أتكلم فالميكرو يكتب الكلمات التي أكتبها إذا أردت مثلاً أن أغير اللغة يمكن لي أن أختار من هنا فأختار اللغة التي أريد ثم أحددها ثم سوف يشتغل معي الميكروفون للأسف هنا اللغة العربية غير موجودة للأسف يمكن أن تجد اللغة العربية في الورد أونلاين بالدخول إلى جوجل كروم ثم سوف تجد اللغة العربية يمكن أن تكتب بها كذلك سبق وأن طرحت فيديو يتم بهذه النقطة ويشرح هذه الإمكانية سوف تجدون رابطه أسفل الفيديو في صندوق الوصف إذن نجرب مثلاً في اللغة الفرنسية مثلاً نجرب كذلك نتحكم في اللغة الفيديو في البيض بارج ثم ليد إذا أردت مثلاً أطلب المساعدة إذا أردت نفتح في البيض بارج ثم خاصية وهي رائعة ورائعة جداً هنا ما دمنا نتحدث عن محتوى أونلاين الخاصية الرائعة هنا هي هذه الخاصية التي أعتبرها هنا المميزة عندما أضغط على بارجي سوف أتمكن من مشاركة هذا المحتوى الذي قمت بإنشائه أتمكن من مشاركته مع زملائي مثلاً هنا إذا أخترت هذا الاختيار زيما النس اللي عندهم اللي يمكن أن يمودي فيه هذا المحتوى ممكن نغير مثلاً هنا سوف أختار من أسمح لهم بتغيير المحتوى إذا مثلاً هنا أشخاص أستاذ المنسخ مثلاً هنا الناس اللي معيه في الوزارة مثلاً الناس اللي عندهم أيهم دي جراكسي أو الناس اللي اللي ليس محددين أشخاص محددين يعني نحددهم ونختارهم أنا إذا بنتم تريزي لهذه الناس هذو اللي سنشترك مع المحتوى باش يعدلوا كان كو الشيء هنا ما بغيتهم إعدلوا كان دي كو الشيء أوكي بغيتهم إعدلوا أنا أقول نكو الشيء ما بغيتهم إعدلوا ما غاديش نكو الشيء ها نكو الشيء باش نسمح لهم بالتعديل ما باش نسمح لهم هنحيض هذيك العلامة كذلك هنا بالنسبة للمحتوى إلا بيت نسمح لهم أنه ما يتلي شارجي وانسمح لهم بغيت نبلوكي تلي شارجمه غا نفعل هذا الخاصية وبالتالي غا نبلوكي غا نبلوكي ما يقدروش يحملوا المحتوى هنا كذلك إلا بيت ندير واحد تاريخ مثلا محدد يا النهاية ديال العرض أو مشاركة لمحتوى وإمكانية التعديل فيه ممكن نختار من هنا مثلا نختار اليوم اللي مغيت ثم إذا أردت مثلا أن أحمي هذا المحتوى بكلمة سر ما علي إلا أن أضعها هنا ثم أختار أبليكي أوكي إذن ثم أضغط على أبليكي ثم يرجع بي إلى هنا لكي أقوم بكتابة أسماء أو جيميل أو الإيميل أو الإيميل ديال الناس اللي بيتشارك معهم هذا المحتوى مثلا سوف أشاركه مثلا مع صديق لي سوف أكتبه اسمه الآن مثلا سوف أتشاركه مع هذا الزميل إذن بعد ذلك سوف أضغط أنفوي إذا أردت مثلا أحصل على الرابط ما علي إلا أن أضغط على كوبي وبالتالي أتمكن من الحصول على هذا الرابط إن قلنا بعد كتابة الإسم هنا ما علي إلا الضغط على وي وبالتالي سوف أتشارك هذا المحتوى مع الأشخاص الذين قمت بإدخال أسمائهم هنا أو بريدهم الإلكتروني خاصيات أخرى نتعرف عليها هنا في فيشي مثلا إذا أردت أن أسجل المحتوى ما علي إلا أضغط على ويستخي ثم أختار مثلا إذا أردت أن أسجل مثلا نسخة أونلاين ثم إذا أردت إعادة تسمية لملف إذا أردت تحميل نسخة ثم إذا أردت تحميلها على شكل PDF على شكل ODT فكل هذه الإمكانيات فهي متوفرة هنا ثم خاصية transform هذا مثلا إذا أردت إذا أردت أن أحول هذا المحتوى إلى صفحة صفحة ويب مثلا هنا فأختار هذا الاختيار ثم إذا أردت مثلا أن أطبع المحتوى مع لي إلا أردت على أمبريمي ثم هنا أختار أمبريمي سدوكي منك ثم أقوم بعملية الطبع ثم باطجي سبق لي وأن شرحتها إذا قلت باطجي سبق لي أن قمت بشرحها كذلك إذا فهذا كل ما يخص إنشاء محتوى ويب أو محتوى أونلاين محتوى عن طريق الورد ثم كيفية مشاركته مع الأصدقاء فإلى هنا أصل بكم أعزائي عزيزتي إلى نهاية هذا الفيديو إذا أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر لايك ثم كذلك تفعيل زر الجرس والمشاركة والاشتراك في القناة ثم مشاركة المحتوى مع زملائكم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء